الرحمن الرحيم. عزائي طلبة صف الاول سنة ولغات. مهدنا اليوم ان شاء الله عندنا ونحاول ان احنا نغطي فيها جميع اجزاء او اجزاء المنج اللي انا خدناها في او في الترم التاني. نبدأ كده بسم الله العالم الرحيم الاول احنا هنبدأ نحل يا شباب المودي الاجزام اللي هي حطاها الوزارة التربية والتعليم. هنحلوا كده مع بعض. في نشوفها بتقول ايه? وبعد ما نخلص بسنة ده حسب الوقت بتاعنا ممكن ناخد افكار اضافية بزيادة عن الامتحان الموجود. اه بيقول هنا طبعا يا شباب السؤال بيسأل على اللي هي الكيو. طبعا كلنا عارفين الرول اللي عندي او القانون اللي انا بستخدمه انه هو ان الكيو اكوال السي طايم الام طايم انا عارف انه كيو اكوال السي طايم الام طايم الدلتاتي. اذا انا عشان اقدر احسب الكيو او الكون تفيد. لازم انا عارف السي او اه الاندي هنا الايه ووتر. يبقى انا لازم يبقى اعارف ال ازا سي ووتر وبالنسبة للووتر لشباب مش شرط ان هو يدهالي. يعني انا اللي كاتت دوت في في بتاع الوزارة ما هوش كاتب سيل الووتر بكهن. ليه? لان انا مفروض اكون عارفه. سيل الووتر اكوال فور بوينت اتين جول بالجرام طايم سليزيس. يعني انا لازم لما اجا استخدم الرول دي يا شباب لازم ان الماس تكون عندي بالجرام والقيو عندي هتطلع بالجول طيب. هنا طبعا انا عشان اطبق الرول دي او القاعدة دي ان الكيو اكوال السي طايم الام طايم الدلتا تي. انا سيل الووتر خلاص انا عارفها اللي هي طب الام دي اللي هي الماس. انا لما اجقى ارى السؤال للي عندي مفيش عندي ماس. لك كان انا عندي زيرو بوينت اتفايف مول عندي او نصف مول من الووتر. طيب يا طبق من الووتر بكم جرام? هنا بقى نستخدم مبرول اللي استخدمناها في الترم الاول ان المس. تاني المس المس. اكوال النمبر اف مول طايم المور المس. اكوال النمبر اف زيرو بوينت فاييف. طعام. طبعا انت تحسبها اتش تو او. بارة عنوان يعني المورر الماس للووتر اكوال اتين. يبقى زيرو بوينت فايف. طايم اتين اللي هي المورر الماس اكوال ناين جرام. يبقى المول من الووتر بكم شراب بنيين جرام. طيب. بقى الماس اللي عندي دي ناين جرام. الدلتا تي. قال لي رسد باي تو. رسد باي تو يعني لو قال لي كنا حسبنا كنا استخدمنا لكن انا قال لي اذا اي شباب طيب نعوض بقى كده يا شباب طيب الماس اتفقنا للماس اللي هي ناين جرام طيب اللي هي تو لاننا استخدام تينا سيل الووتر اذا انا عندي يا شباب اني هتطلع عندي القيوب ايه يا شباب بالجول هو نشرت علي قال لي عاوز يبقى انا ازاي اقدر احول من الجول للكالوري يبقى هنقول عشان اقدر احول من الجول كامل يا شباب طيب كان ممكن من البداية خالص استخدم السيل الووتر بدل ما استخدم السيل الووتر كممكن استخدم السيل الووتر بوان بس وان ايه كالوري بالجول في الحالة دي كانت هتطلع للكيوب على طول بالكالوري وهتديني نفس النتيجة ليها تطلع عندي بكام انا كده قادرت احسي بالكيوب بالجول وفي الاخر خالص طيب ناخد كوتشان نمبر تو يبقى دي ازا كنت انصر اللي هي بيه طيب كوتشان تو بقولي سيستم كونتين تو سابستانس ايه اندي بيه زا تشينج ان انيرجي فورس بوس افزيم ارشون انزا في الوينج تيبول يبقى انا عندي سيستم بيكون من تو سابستانس ايه اندي بيه ايه زا تشينج ان انيرجي بالايه بالنجاتيف نجاتيف سيكس دي يعني معناها بالنجاتيف يعني ممكن نقول اني ايه ده خسر خسر ايه خسر سيكس دي بالنجاتيف طب البي الدلتا ايتش او بالبوست في البيوستب كام فورسي طب السيستم اللي عندي ده قبارا عن الاتنين مع بعض ايه بلاس بي ازان الدلتا ايتش عبارة عن كم? بتاعت الايه? بتاعت البي هيطلع للسيستم ككل اللي هو هيطلع عندي بالنيجاتيف. كام? تاني يطلع بكام? طيب. السؤال عندي يا شباب يقولي. احنا اخدنا رول بتقولي ان نجتب دلتا اتش فور سيستم. يعني الديلتا اتش للسريتوني بتكون هي نفس ايم The Deltacoins بالنسبة للسرر обычно بيصين مختلفة. يعني ايه لو يبقى والعكس لو يبقى يبقى انا كده يا شباب ان احنا اتفقنا ان سواء ده فكرته مكررة. قبلتنا هيا ده. عندنا اليمينت تلات مديني يا شباب ليه الالومينيوم والكبر والايرن والكارب. طيب. يقول لي يعني الاتنين. طيب يا طرى مين اللي بتاعته هزيد اسرع او هزيد لدرجة اكبر. طيب احنا اتفقنا انه كل ما كانت اه قليلة رقم قليل قليل معناه ان هزيد يعني في بين وما بين كل ما كانت عندي رقم قليل او قليل يبقى معناها هتكون ايه اعلى. طيب مين اقل من يا شباب? برضو انا بزعل جدا جدا لما لقي طالب عندنا في السنوي ويقول لي ان ده هو اقل لا طبعا. لان ثاني يا شباب انا بعمل بقار ما بين ده كله زيرو. وبعدين في كله بعدين اول رقم بعد ده وده اقل رقم في ده شباب هي هو الرقم ده. او ممكن اكتب الزيرو بوينت ناين احط الجنبه زيرو. عشان يبقى فيه عند تو ننبرز بعد البوينت. يبقى دي ناينتي وده سيرتي ايت فورتي فور وسيفينتي وان. اقل رقم فيهم يا شباب هو كام يا شباب زيرو بوينت سيرتي ايت. يبقى لا اقل سبسيفيك هيت هيكون هو الاعلى تمبريتشور. يبقى تاني يا شباب. اعلى واحد فيهم هو الاقل سبسيفيك هيت اللي هو هيكون مين? القبر. يبقى القبر ده هي الاقابة السعيرة اوز اه اوز اه اه اوز اه اوز ايكتشوريس. طعا. نمبر فور. سيستم كونتين فايف. يعني دلوقتي يا شباب. يعني هنا ولا نرجع بتاع ايه هو قلنا الوبند السيستم زاد ساعد. اللي بيسمح بتبادل الاتنينة زي ما طبعه. ايه هو 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 ايه. زا مطر عند. عندي 5 جرام. التوتل عند هنا بعد ما خلصت الماس بتاعت اذا الماس ما حصلش فيها تشينج. الماس كونستانت. يبقى زا مطر المطر ثابتة مفيش حاجة زادت ولا في حاجة نقصد. طب بالنسبة للانيرجي اللي هي هنا ممثلة في التمبيرتشار. التمبيرتشار هنا هل هي ثابتة او اتغيرت لا اتغيرت. سواء كان او مش هتفرق معايا. المهم ان التمبيرتشار او الانيرجي تشينجي. يبقى كده حصل عندي. لكن ما حصلش تشينجي انزا مطر. اذا ده يبقى ايه ده يا شاب. ايه ده يبقى ايه. 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 ومديني البالي ان انا لما تطلع عندي بالاي بالجول يبقى الجول الاس عندي اشوف عندي هاي الماس بالجرام او الماس بالجرام من ان انا احاول او اعمل اي حاجة لابديني موجودة عندي الكامل يا شباب بفايف ورز دي يبقى يبقى القيو اكوال السي طيب اشيل السي واحط مكان هزيله اللون كتب لي هنا بالكالوري كنا هنقول برضو عشان احاول من الجول للكالول لكن دي ما بقاش اي نوع من ايه التحاولات خالص طالع عندي الاجابة عندي يبقى انا دلوقتي يا شباب طبعا ايه هو الاجابة الايه الصحيح يبقى الايه رقم هوات ايه ده المسبوع طيب ناخد كويتشن نمبر فاير نبص بقى على الكويتشن ده اند زا سبيد اوف مولوكول احنا اتفقنا ان التمبراتشور اكوال زا افارج اوف كينيتك انيرجي التمبراتشور هي عبارة عن زا افارج اوف كينيتك انيرجي القينيتك انيرجي دي مرتبطة بايه شباب باللي سبيد يعني ازا تمبراتشور انكريز زا سبيد انكريز والعكس يعني معناه انه فيه ان واحد فهم زادت تاني يزيد اول عكس لو واحد فهم مقصة تاني ينقص يبقى تاني في عندي طب يا ترى مين من من مين فيهم اللي بيعبر عن يعني واحد فهم بيزيد التاني بيزيد طبعا اللي هو نمبر كام يا شباب نمبر سي ليه لان زا 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 ابرج زبيد اوف موليكول انكريز يبقى دلوقتي فيه دا دايريكت ريليشن يبقى دي هي الاجابة الصحة دا انفيرس غلط دي ان هي بتزيد لدرجة وبعد كده ترجع لا دا معناها ان هي تزيد وبعد كده تبقى كونستنطلاق هي عندي دايريكت ريليشن يعني نمبر سي هو اللي بيعبر عن يبقى شيب نمبر سي يعني نمبر كام نمبر سي طيب ناخد بيقول لي السؤال دا بقى جميل جدا نخلي بنا منه وين جرام اوف هايدو جنجاز رياكت انزا فول وينجي راكشن وين جرام اا رياكت از انزا فول وينجي راكشن طيب اوف هايدو جنجاز ويه بيقول لي ويش دايجرام ريبريزنت زيس رياكشن مين يا طرى من الفور دولة يا شباب بيعبر عندي عن الرياكشن دا الاول انا عناية تروح على الدلتا اتش الدلتا اتش عندي هنا كام يا شباب اولا انا اللي كاتب الدلتا اتش دي مش موجودة في السؤال نفسه اذا ده يعني الدلتا اتش بالنجي – ثاني لو الهيت او الانرجي موجودة في او في الجنب اليمين او مع البرودكت يبقى ده يعني لازم تكون العكس لو الهيت او الانرجي موجودة مع مع معناه ده يبقى يبقى ده ليه لانه طلع الهيت طلع الهيت موجودك كأنه واحد من البرودكت اذا ده يبقى هو نفس الرقم ده يا شباب اللي هو بس بالنيجاتيب لاني ده يبقى دلت يا شباب بالنيجاتيب طيب مين بقى يا شباب احنا دلوقتي احنا اتفقنا ان ده عندي او بي و سي و دي مين فيهم اللي بيعبر عندي عن 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 طبعا الان معناه ان الهيت كونتنت بيكون اعلى او هاير زان زات اعلى من البروضاكت إزا الاكزو سيرميك هو لإمابتين ليتنين دول لكن ده ايندو ليه لان البروضاكت هير زين راكتنت وده يبقى لتنين دولة مستبعدين خالص يبقى تشيف ايه ده مستبعد ده كمان مستبعد مش موجود معايا انا دلوقتي احتار ما بين اللي اتنين دولة ممكن اختار ما بينهم. يا ترى الدلتا اتش هي بالرقم ده كامل نيجاتيب وان هاندرد ايتي فايف ولا شايفين الرقم ده اللي هو عبارة عن هاف نص الرقم ده. طيب نبص كده للسؤال بقى يا شباب. الدلتا اتش دي يا شباب اللي هي طالع عند اللي هي نيجاتيب وان هاندرد ايتي فايف. جاي من قديم من الهايدروجين. جاي من يعني الوامول من الهايدروجين جاي. طيب. حد كده يقول للوام pues ده يعني كام جرام؟ نفتكر كده من تيراو من الهايدروجين ده كام جرام? هل هي ترا وان جرام ولا تو جرام? لأ تو جرام. لأ له لان الهايدش و Tو دي بنزمها وامول. الاتومك مسل الهايدروجين ايكوال واني. تاني الاتومك مسل الهايدروجين ايكوال واني. يبقى وان طايم TO equal يبقى. تاني. اذا دي يا شباب اللي طلع عندي نتجة من قد ايه من من الهيدرش. طب يا طرى يبقى هتكون قد ايه? هتكون نص عدد ده. تاني ممكن نكتبه كده ان او مقابلة لي تحت تحت دي نكتب وان جرام يبقى الوان جرام يديني قد ايه اكس. يبقى الاكس هتكون ايه يا شباب? هاف زيس نمبر او نص الرقم ده. يبقى الوان جرام ده كام يا شباب? نيجاتيب. يبقى شيب نمبر سي هي الاجابة الصحية. يبقى خلي بالي يا شباب ان الوان مول. ممكن واحد تاني يقول لي اهو الوان جرام ده كام مول هاف مول. كنتبه ازاي? ان النمبر اف مول اكوى الماس. الماس اللي عندي وان جرام اللي هي تو يعني ده هاف. يبقى الهاف مول يا ترى يديني قد ايه? يديني نص الرقم دوت. يعني اديلت ايه? بوينت ايه? بوينت فايف كيلو جورب المول. طيب يبقى يبقى ده سي. طيب ناخد نمبر ايد. اه يا ترى دوت او الفيجر دوت هل هو يمثل انهي من الفور راكشنز ايه? بي سي او دي. مين من الاربع دوت? اول حاجة نجاوب عليها. الشرط دوت هل ده الاكزو سيرميك ولا اندو سيرميك راكشن? طبعا ده البرودكت هاير زين زات اف راكتانت. يبقى ده ايه? ده اندو. يبقى ده اندو سيرميك راكشن. يبقى انا ادور دلوقتي يا شباب ان انا ادور في الفورت شويس او في الاربع اختيارات اللي عندي. على اندو سيرميك راكشن. اعرفوا مين? هنشوف بقى دلوقتي ناخدها واحدة واحدة. ناخد نمبر ايه? ايه بلس بي اكوال سي بلس فيفتي كيلو جول. الله ده هنا الانيرجي او الهيت موجودة مع البرودكت. يبقى ده زي ما قلتو لكم قبل كده. الهيت او الانيرجي موجودة مع البرودكت. يبقى ده عبارة عن ايه? ده اكزو سيرميك. يبقى ده اكزو سيرميك. طيب احنا انت فا احنا بندور على ايه? بندور على اندو. لاني ده اندو. يبقى الاولان ده الشويس الاول اللي هو ايه? ده مش مزبوط. ندور على بي. بلس بي بلس فيفتي كيلو جول سي. الله. هنا الانيرجي موجودة مع الرياكتنت. يبقى ده اندو سيرميك. او يبقى ده ممكن يكون الرياكشن ده. او يبقى ده ايه? ايه? الاجابة الصحة. فتعلم ايه? نيجاتيب فيفتي كيلو جول. لما يعني ان ده مش دلتقيتش بالنيجاتيب. لأ ده نيجاتيب فيفتي كيلو جول كمية انيرجي. بس من التعامل مع زي المزبط الظبط. يعني يعني فيك كيلو يبقى بدل ما ينيجاتيب فيفتي كيلو جول ممكنك. بلاس كم يا شباب بلاس فيفتي كيلو جولة. ايه tight. بقول لي. ايجي فيه الانتحال imply ويدي اقوجن ويكتبة بقى المترجم للدلتا اتشهر كان ببوستيج 26 كيلو جو كيلو جو واو اتشهر طب وبعدين نوجد ايه الهيدروجين ايه ايه انا ازاي اخلي هنعكس ازاي نكتب الايه تاني عشان ايه تاني يا شباب نقوم دي نعكسها كده اوه يبقى ده عشان خاطر نفهمها يا جاتي ازاي عشان ده سؤال ده مهم ايه 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 انا عكست الايكويشن ادلت ايه اتشه اغير الصين الصين تبقى بدل ما بالبوستيف تبقى 26 يبقى انا كل اللي انا عملته ايه طب لما عكست الايكويشن هل انا كده وصلت اللي انا عاوسه لا ايه دي عبارة عن ايه ؟ الإ afternoon ال اللي انا عاوسها هو عبارة عن اللي انا كاتبها bombay حاليا دي لكن time cam time time دي وان مول وان مول. مول كامل من الهاجج ده why اهزا ال melodion دي عبارة عن دي time cam time two اذا ال debution دي يا شباب كلها كدها هوات control cد هايت اقررها مرة ايه مرة ثانية control v. بس اخلاها time two time two يعني نخل ده eey two وخل يطبعا هيع coworkers خالص تبقى وهرب طايم تو برضو هي ضياها هرب ده خالص يبقى كمان اخليها كامي شباب طايم هي كمان طايم تو زي ما عملت هنا في الراكتننت والبروضكت نعمل فيه يبقى 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 ده يا شباب هو الايه هو الاجابة المزبوطة ونخلى بنا من السؤال ده تمام كده يا شباب يبقى الاول ده هو الايجابة الصحيحة. طيب نرجع تاني. طيب. ندخل على اللي بعده. هنا بيقول لي زي البروبلم دي مهمة جدا جدا. بالشرط دي يجي لي نفس الاكويجا. لا فكرة السؤال الخاص بالبوند انيرجي. يبقى احنا يا شباب بالنسبة كبيرة جدا جدا في امتحان بكرة بازن الله. تلغالب غالبا ان شاء الله بازن الله هيجينا بروبلم خاصة بايه يا شباب بالبوند انيرجي. والبوند انيرجي حلنا عليها قبل كده اسئلة كتيرة جدا او بروبلمز كتيرة. بنحلها ازاي? بنحسب البوند بروكينج ونديها بالبوستف لان دي ونحسب البوند فورميشن فور برودكت وبديها بالنيجاتف لان دي وبعد كده اجيب الدلتا اتش البرودكت بالصيم بتاعتو لها البوستف براس الرياكتنت بالصيم بتاعتو لها الايه النيجاتف. طيب نبتدي كده ايه? نشوف نحلها ازاي. طيب يبقى انا دلوقت كده يا شباب نبدأ كده ايه? نحسب الاول بالنسبة للرياكتنت. اتش تو. فين الاتش تو ديه? فيه انا بفضل ان انا يا شباب ارسم الايه? ان الاتش ده عبارة عن ايه? اتش وبوند بينها يعني فيه كيميكا البوند او كوفيلان تو بوند بين اتنين اتش. طب انا المستصعب القصة دي انا عندي اتش تو يعني فيه عندي اتنين اتش اهمت واده عندي الاتنين اتش اهمت. يبقى الاتش تو ده اللي هو ده اتش تو. في بوند بين تو هيدروجين اطوم. طيب عشان اكسر البوند بين التو هيدروجين اطوم محتاج كام? محتاج فور هندرد سيرتي سكس. يبقى ده تعالوا بقى ايه? واحدة واحدة كده ايه? نهل عندنا نحط هنا الايه? نكتب نهوت. نكتب هنا في ايه في الماشي. يبقى احنا بنقول ده تاني يا شباب ده هيبقى عبارة عن ايه? فور سري سيكس. يبقى كم مول يا شباب? عندي ونموت. خلاص يبقى رقم ده واحدة بس. يبقى ده اه فور هندرد سيرتي سيكس. يلا يكون ايه? نكبرها شوية عشان بالنسبة لنا تبقى واضحة. اهو. طيب. وبعدين بلاس. انا اكسر البوند بين البي ار تو. فين البي ار تو? بي ار بي ار ادي البي ار تو ايه. محتاج كام يا شباب اجمع بقى دول يا شباب على بعضهم كده ونشوفهم دول يطلعوا كام? نشوف دول يطلعوا كام? يبقى انا دلوقت ممكن كده اقول ايه? عندي. فور سري سيكس. وان هندرد نايند. اكوال كامل سكس سكس هندرد مكتبة تحت نواته يا شباب اكوال. سكس كيلو جوربول مول. طيب. ده بالنسبة لايه يا شباب? ده بالنسبة الرقم ده باخده بالايه? بقى اخده بالبوزتيب لانه عملية ده طيب. تعالوا بقى نشوف الايه? بالنسبة للبرودكت. البرودكت فيه ايه بقى عندنا يا شباب? تو يعني عندي طيب. اتش بي ار في كميكال بوند او كوفيلان تو بوند بتوين اتش اند بي ار. فين ال اتش بي ار بي كام? سري هندرد سكس تتو. يبقى ده سري هندرد سكس تتو. واشوف بقى ايه ده يطلع بكامل شباب نشوفه كده. يطلع عندي كامل يبقى ده. سري سكس تو. طايم طايم تو. اكوال سبن تو فور. اكتبه ايه سبن تو فور كيلو جور بالمولد. طبعا ده يا شباب عملية دي يبقى دير بالنيجاتيف. يبقى انا اللي بيقى دايا يا شباب بدي بالنسبة للبرودكت بديله وبالنسبة للرياكتنت انا بديله يبقى الرياكتنت عملية دي بالبوستف نوعز بقى ان انا اقول الدلتا ايتش بقى يا شباب. الدلتا ايتش ايكوال يبقى الدلتا ايتش ايهاد. الدلتا ايتش. هم تبقى اليتش اسهل علينا ايكوال. ناخد الايه سكس تو سكس ده بالبوستف. وي بلاس مينس يعني هيبقى بالايه بالمينس. مينس سبن تو فور. يلا نشوف كده يطلع بكام. يبقى عندنا تاني. عندنا سبن تو فور. ده. طبعا ايه ده بالنيجاتيف نكتبها ايه انا اكتبها كده للتسهيل لكن انتو فاهمين ان الناتج ده يطلع بالايه بالنيجاتيف. يبقى هيطلع بكام? طبعا انا كتبت الانصر المفروض ده هو سكس ايه سكس او ايه سبن تو فور فالناتج عندي او لو انت مطلقبت نكتبها تاني مش مشكلة. نكتبها تاني يبقى سكس اه سكس سكس. ماينس سبن تو فور. ايه يبقى ده ايه يبقى ده ايه يبقى الاجابة المزبوطة انه يوضح قدابنا هنا وكده. يبقى الاجابة عندي فين يا شباب ننزل كده بالايه? اه كل الاجابة لكل الكيميكال البوندس الموجودة يطلب مني او يديني ويطلب مني واحدة من التلاتة دولة. انت مع نفسك كده بعد ما انا هنقلص. هتكتب الاجابة بكام بنيجاتيف ناينتي ايت وتقولي تخبي عن نفسك الاجابة دي يا شباب وتحاول تحسبها. المفروض تطلع بكام او تخبي دي وتحسبها تطلع وكسا. يعني ممكن دي نحولها الغرض منها ايه? ان انا اضرب نفسك. بحيث ان انا بقى سريع في الحال وفي نفس الوقت سرعة مع دكة في الحال. طيب ناخد بعد كده ايه يا شباب بعد كده نشوفه بيقول ايه تانين اللي بعد. ده اه احنا كده ايه? احنا كده ايه? احنا كده ايه? خلصنا الاكزام او الموديل اكزام الخاص بالايه? بالوزارة اللي هما تين كويتشان زي ما هيجينا يا شباب في الانتحان بكرة بإذن الله. هما عشر جمل ايه نحاول ان احنا تغطي المنطقة. تلاحظوا ان كل الاسئلة دي خاصة بايه? بيونت فور. مالفين يونت فايف اميستر. مش موجودة في الموديل دوت هنحاول ان احنا نحل عليها دلوقتي اسئلة وانحنا موجودين مع ايه? مع بعض. طيب. دي الاول اه كويتشان دوت بيقول الكالكوليت زي بتاع الكاربومونوكسايد. عاوز بتاع الكاربومونوكسايد. ومديني طبعا برضو بدي من النقطة المهمة في المنحك بتاعنا ان ده خاصة بيسلو. يسلو يعني عاوز باستخدام تانية. يعني ايه? يعني هو مديني وان وتو. ومديني كل واحدة فيهم كم? وعاوز تالتة خالص اللي هي بتاع الكاربومونوكسايد. يبقى انا لازم اكتب الاول الخاصة بالنرجع تاني. يعني ايه? يعني لم يكون عندي وان مول من الكاربومونوكسايد. ايه الاليمنت اللي موجودة في الكاربون ونقصية كاربون ووكسجين. ولازم يتكون عندي يا شباب كام وان مول. عشان كده حطينا عشان يبقى انا عندي كده خرجة يعني ما هنفعش عاملها اخلي دي كده يا شباب اخلي دي واخلي دي واخلي دي يبقى انا كده محتاجة ليه? لان يبقى لازم يتكون عندي يا شباب وان مول. يبقى انا عاوز احسب الالتالتة اللي هي باللون الايه البلو ده او الازرع باستخدام الاولى والتاني. زي ما اتفقنا ان اهنا بنوعد نفصل. نفصل ازاي? ابتدي الاول كده اشوف الاكواجين اللي انا عاوز اوصلها ليه دي? زي المات بالزبط. ابتدي الاول الكاربون. الكاربون دي موجودة في انا موجودة موجودة في الاجواجين نمبر وان. طب كمل من الكاربون وان? دي كمول وان دي موجودة مع الرياكتنت ودي موجودة مع الرياكتنت. ازاً اكواجين نمبر وان دي اخدها زي ما هي بدون اي تغيير خالص. كتبتها مرة تانية يا شباب. والدلتة اتش اقوال كام? نفس الدلتة اتش اللي موجودة عندي. ما غيرتش اي حد. طيب. ندخل بعد كده على هوب اوتو. الو تو دي موجودة فين فعني اكواجين موجودة في وان? اهي اتو موجودة في الاتنين. اتفقنا. لو متكررة في خلاص يبقى انا استبعدها هي هتجي لوحدية لما اعمل او جامعة هتجي لوحدية. يبقى اذا لقيت عندي بالنسبة او 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 متكررة معناه ان انا خلاص استبعده كأنه مش موجود كأنه ما نشايفه خالص. هدور على مين بعد كده? على الكاربون مونوكسايد. فين الكاربون مونوكسايد? موجودة عند في ايك ويشن نور كام? نور tue. كاربون مونوكسايف. طيب ده كامول ده وامول. طب ده كامول ده وامول. لكن ده موجود مع البرو دكت وده موجود مع ايه? معродيييييييه وتنة. يبقى انا مطالب ان انا اعكس الدكagne دي. ولما بعكس ال ايك ويشن بغير الصيب. يبقى انا اعكس ال ايك ويشن هي اتخليط السي او تو وهي الموجودة اا كري اجتنت والسي او بلاس هاب اوتو هي اللي موجودة كبرودكت. الدل تقيتش غيرت الصين بدل ما هي بالنكاتب خليتها بالبست. المفروض دلوقتي كده يا شباب لما اعمل صمشها اللي انا عملتها دي. اللي هي نامبر وان والاكوينجان الجديدة بالنسبة لي دي. تطلع بكام تطلع اللي انا عاوز. طب تعالوا نتأكد كده. طبعا السي او تو دي عضيها مع السي او تو دي. ليه? لان واحدة في البرودكت واحدة موجودة مع ايه? مع مع دها. طيب ايه تاني يا شباب? عندي هنا هاب اوتو موجودة كبرودكت واوتو كاملة موجودة مع الاجتنت. ازان تضيع مع هاب اوتو من الاوتو ويتبقى ايه? ويتبقى هاف. تاني. ده هاب اوتو يضيع مع نص اوتو من دوت ويتبقى لي هاف. يبقى انا كده لكوجن عندي سي دي هتنزل زي ما هي. ده يضيع مع هاف ويتبقى لي هاف اوتو. ويهة جيف. سي او ادي سي او موجودة عندي اذا دي الاكويجن اللي هو عاوز اهي اللي عاوز. طب الديلتا اتش بيجمع برضو الاتنين ديلتا اتش دي مسلا ديلتا اتش وان ودي ديلتا اتش تو. اجمع ديلتا اتش وان بلاس ديلتا اتش تو. هيطلع لي يا شباب بكان بالنيجاتف وان هاندرد تن بوينت فايف. يبقى انا كده قدرت ايه? احسب الديلتا اتش الاكويجن نهاية بطريقة غير مباشرة باستخدام تو اكويجن عندي ليه اكويجن وان واكويجن دو. يبقى احنا كده غطينا معظم الاسئلة الخاصة بايه? بالشابتر او بيونت فور. الايه لنقطة المهمة? الرول الخاصة بالكيو ايه والسي طايم الام طايم الدلتا تي. ازاي اقدر اميز ما بين الاكزو سيرميك والاندو سيرميك? اميز ما بينهم ازاي? لامة من الجراف? لامة من الصين بتاعة الديلتا اتش? لامة ان الرياكتنت بلاس انرجي لو الانرجي موجودة مع الرياكتنت يبقى اندو. لو الانرجي موجودة مع البرودكت يبقى ايكزو. يبقى تاني شبابي. يبقى ازاي اميز بين الاكزو والاندو? من الصين بتاعة الديلتا اتش. الاكزو بالنيجاتيب والاندو بالبوسط. من الجراف ان الاكزو الرياكتنت هاير زان زات برودكت. والاندو البرودكت هاير زان زات يبقى انا ممكن من الجراف ممكن من الصين بتاع الدلتا اتش ممكن من الاكويجا ان هو يكتب لي انيرجي الانيرجي دي طرح مع الرياكتنت ولا مع البرودة يبقى احنا كده قلنا الرول الاولى الكيو ايكوالي سي طايم الام طايم الدلتا تي النقطة التانية ازاي اقدر اميز ما بين الاكزو والاي والاندو النقطة التالتة اللي هي دي يا شباب اللي هي هيس له يبقى هيس له ااخد بالي منها طيب والبوند انيرجي اخلي بالي منها يبقى كل دي يا شباب اه على يونت كام يونت اي فور انا عاوز بقى ندور على اه يونت ايه يونت اه فايف يونت فايف اه نشوف كده ايه اه اسئلة عليها عشان خطر احنا نسيناها شوية او ما تمناش بيها ندور كده عليها الاسر بقى انا اشوفها فيه يونت فايف كانت موجودة تقريبا ده بسم الله الرحمن الرحيم ايوة ناخد ده يونت فايف عدنا بقى مجموعة من الكوشن نخلي بنا منها اول حاجة ناخد البروبلم دي بروبلم دي على شباب الريلاتف اتوميك ماس الريلاتف اتوميك ماس ازاي بقدر احسابها بيقول لي ان النيون هاس تو ايزوتوفس نيون توينتي ان دي نيون توينتي تو نوقف عندي كلمة ايزوتوفس يعني ايزوتوفس ايزوتوفس يعني يعني ايه يا شباب يعني انا مسلا ممكن اقول ايه اقول ان الكاربون سيكس سيكس ايه تويلف طبعا الرقم الصغير ده بنسميه الاتوميك ايه بنسميه الاتوميك نامبر وفيه كاربون تاني مسلا اللي هو عبارة عن ده يا شباب سيكس سيرتين ومسلا كنترول فيه ده فورتين التلاتة دول نقول ايه دولت يا شباب ايزوتوفس ليه ايزوتوفس لان هم لهم نفس الاتوميك نامبر ايه هو الاتوميك نامبر زا نامبر او بروتون يبقى النامبر او بروتون في الكاربون دوت ودوت ودوت زا سير اللي هو كام ايقوال سيكس لكن الماس نامبر اللي هو الرقم الكبير ده مختلف ليه لان النامبر اف نيوترون مختلف ده عنده كم نيوترون تولف ماينس سيكس لكن ده عنده سيرتين ماينس سيكس يعني سيفن يبقى ده عنده سيفن ده فورتين ماينس سيكس عنده كام عنده ايه يبقى النامبر اف نيوترون مختلف. يبقى دول بنسموهم ايزوتوبس. يبقى فهمنا يعني ايه ايزوتوبس يا شباب? يعني اشكال مختلفة لنفس التلاتة لكن لهم نفس لكن مختلفين في طيب. هنا بقى في دي يا شباب بيسألني. بيسألني عن ايه? بيسألني عن عاوز احسب ان ريلا تبقى ايزوتوبس ومديني ان النيون عنده نيون توينتي ونيون توينتي تو. والماس بتاع الاولاني بالرقم دوت. والماس بتاع اه التاني اللي هو توينتي تو بالرقم دوت والابندنس او بتاع كل واحد فهم كان. طبعا انا عندي هنا رول يا شباب اناس بالأبرج. أبرج. امك. الماس بتاع الايزوتوب الاول اللي هو كان ناينتين بوينت ناين ايه طايم البيرسنش البيرسنش بتاعته كام ناينتي يبقى كده بنحسب ايه? بتاع ايه بتاع الايزوتوب الاول. الماس بتاع الايزوتوب التاني اللي هو توينتي وان بوينت هي سيكس طايم طايم البيرسنش اللي هي كام اللي هي تاني. كل ده يا شباب ده ممكن نحطك ده براكب دقوة. كل ده ديفايد باي وان هندرد. يبقى ده ديفايد باي ديفايد باي وان هندرد لين دي بيرسنش. اقوال واشوف النتج يطلع عندك ايه. بقى التاني يا شباب يبقى انا كده الاعتومة ايه الاعتومة ماس. ولازم تطلع بين او بتوين توينتي وتوينتي تو. يعني مش ممكن تكون اقل من توينتي ومش ممكن تكون اكبر من توينتي تو. طب لو حبيت احسبها يبقى انا احسبها بقى يا شباب ايه نوفر في الوقت بتاعنا شوية انتوا بقيتوا اه دي ماشي. اه دي وان هندرد بوينت هي ات كام. ايه سبن طايم طايم كام طايم ناينت بلاس كام تو وان بوينت او ده وان هندرد. اقوال واشوف يطلع بكام? يطلع بكام بتوينتي بوينت سيفنتين. زي ما قلت لكم المفروض يكون اكبر من توينتي واقل من توينتي تو. يبقى ده يطلع بكام بتوينتي سيفنتين. اليونيت عندي طبعا من ايه الاعتومة ماس يونيت توينتي بوينت سيفنتين اعتومة يبقى تاني يا شباب نخلي بقى انها في بروبلميات في شابطة خلي بقى لي منها امتى لما يطلب مني احسب او الايزوتوب الاول طب لو عندي تالت لو هو موجود عندي في سريع ايزوتوبس يبقى نفس الكلام بلاس الماس بتاع التالت طايم او اكسب. اجمع كله مع بعضه يطلع لايه يا شباب بالأفرج اعتومة ماس يبقى خلي بالي من البروبلم ناخد تانية في شابطة كام في شابطة فايف يبقى شابطة فايف اركز على ايه اركز على النقطة الاولى يعني ايه ايزوتوبس يعني اه اه اتومك نمبر طيب يعني ازاي اقدر احسب اعتومك ماس من خلال دي او القاعدة اللي عندي دي خلاص تمام كواس جدا ناخد تانية اللي هي ايه بخاصة ايه بيرنيوكلون يعني الاتومك نمبر بتاعه بتوع والماس نمبر فوق زا اكشوال ماس اكوال ويه الماس اف بروتون والماس اف نوتر برضو يا شباب هنا مجموعة من الستيف ممكن نقول السيب الاولى بنعسب ايه بنعسب الاكشوال الاكشوال ادي الاكشوال الاكشوال ماس ايه ال ايه ايه ال ماس انا عندي انه عنده كم نيوترون عنده تو نيوترون يبقى انا ممكن اقول النمبر اف انه خليها الاول بروتونز بروتونز يبقى النمبر افبروتون طايم الماس افبروتونز الماس افبروتونز النمبر اف نيوترونز الماس اف تاني الشباب يبقى الرول عندي القطة بتقول عندي ايه الماس الحقيقية عبارة عن ايه? عندي كم بروتون? طايم الماس بتاعي بكام? دي طايم دي طبعا طايم الايه? طايم الماس اف نيوترونز اف نيوترون الواحد. يبقى النمبر اف بروتونز طايم الماس اف وان بروتونز بكامل. طب عاوزينا نطبق الكلام ده بقى يا شباب اكوال ما هو اقوال ايه بقى? نمبر اف بروتون. الهيليام دا عنده كم بروتون وعند تون? طايم الماس اف بروتون بكم? اشوف الماس اف بروتون عند ايهات? وان بوينت زيرو زيرو سبن تو ايد. طايم. النمبر اف نيوترون عنده كم نيوترون? ما حدش اقول لفول. النمبر اف نيوترون باجيبه ازاي الماس نمبر? مينس الاتوميك نمبر. يعني فور ماينس دو يعني ايقوال دو يعني دا عنده كمان تون نيوترون. يبقى نيوترون اللي هو كام يا شباب زيرو زيرو سبن تو ايد. دا الماس اف بروتون دا زيرو زيرو ايد. اهو اتنين اجاب تاني ايد. دا الماس اف نيوترون اهو. نشوف يطلع بكامل. طب ناسيبها كده مع بعض نشوف تاني. يبقى انا دا يا شباب يبقى طايم وان بوينت زيرو زيرو سيفن تو ايد. بلس تو طايم. وان بوينت زيرو ايد سكس سكس. اقوال. كام. فور بوينت زيرو سري وان ايد ايد. يبقى دا فور. فور بوينت زيرو. ما بنسى نرجع تاني. فور بوينت زيرو سري وان سري وان ايد ايد. يو. دا لكن الحقيقي بقى اللي هو الاكشوال ماس بيكان يا شباب يديني الاكشوال ماس بالرقم دا. يبقى بنسب بعد كده. يبقى خطوة بالنسبة لنا مرتبة ومعروفة. او. يبقى انا بحسب الاول الاكشوال ماس وبعد كده بنحسب المقص في الماس او الماس. اكواد الاكشوال ماينس الاسيوريتيكال ماينس الاكشويل. ولازم يا شباب بيطلع دا برضو احنا كده اغلطنا دا يجابي وده السيوريتيكال. اللي احنا حسبينه دا السيوريتيكال ماس. السيوريتيكال ماس النظري اللي احنا عدين عبارة عن النمبر بروتون طايم الماس افبروتوم بلاصل نامبر افنيوترون طAY美 الماس اف ايه افنيوترون ده هو هو مستدهولي مستدهولي بكم؟ الماس دا بفقره الماقص بقا في الماس او العجز في الماس عبارة ايه معبارة عن اللي هو مستدهول مستدهولتاك الشباب ده مستدهولtx ده وسنع Sensd اللي هو بكام? بفور بوينت زيرو زيرو وان فايف زيرو. اقوال ونشوف المسجد في اطلع بكامل. نبقى ده. احنا نده نطلعينه ده يا شباب السليولينتكال. نبقى ده ماينس كام? ماينس الاكشوال اللي هو زيرو زيرو وان فايف زيرو. اقوال نشوف ان هي تطلع بكامل ونشوف كده ايه? زيرو بوينت سيرتي سري ايه. نكتبها تاني عشان نبقى نسأل زيرو. زيرو بوينت سيرتي. وبعدين نشوفها تاني سري ايه? سري ايه? طبعا دايما يا سري ايه. نشوفها تاكد منها سري زيرو سري ايه؟ تمام. ده المسجد فيها. ده العجز في المسجد. طبعا المسجد او العجز في المسجد يا شباب بيتحول لانيرجي. ايه ده رح سيبها من خلال رول او قعدة ان الانيرجي الانيرجي خلالنا بالكامل او بتسمى هنا بقى البييندنج انيرجي. البييندنج انيرجي اكوال. المسجد اللي هي زيرو بوينت زيرو سري ايه? ده المسجد اللي احنا حاسبينه. وده في الرول او في القاعدة اللي عندي. ده كونسا ما تقولش جاي منين. يبقى الانيرجي. ونشوف النتيجة يطلع بكام. يبقى يطلع بكامش اداوة. ده عبارة عن وكلام ده كل موجود في الايه? في الورقة بتاعت او المفاهيم بتكتب ازاي يقدر احاول من من وكلام ده ممكن يعني انت بقى انت عارف ازاي يقدر احاول من يونت للتاني. يبقى انا هنا خلاص وما اشترطش علي يونت معينة. انا هنا حسبتها بالمليون اللي تنبور. انا حسبت اي دلوقتي يا شباب هو عاوز مش بس. لا اتا هو عاوز يعني كل نيوكلون نسبيته كان بقى او ايه حصلته او نصيبه ايه من البايندينجي انيرجي دي. يبقى البايندينجي انيرجي. البايندينجي انيرجي بير نيوكلون ايه هو النيوكلون? هو اللي هو البروتون بلاس نيوترون. يعني هو الماس ننبر. يبقى النيوكلون ده يا شباب اللي هو كام فور. يبقى ده النيوكلون اللي هو الماس ننبر. اكوال. اكوال الرقم اللي عندي اللي هو تو ايه البوينت تو ايت. دي بايد 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 فور لاندي فور نيوكلونز وهو اشوف انها تجي طلع عندي كده. طبعا اه بروبلم واخدة مننا وقت وعشان تيجي فيه امتحان زي اللي جاي دوت. عنا عندنا وقت ايه ساعة ونص في اه في بايو وكيميس وفيزيكس يعني برضو هتبقى ايه يعني تبقى صعبة شوية. يبقى ده سيكس بوينت زيرو ستن. يبقى ده ببارا عن كم? اه تاني سبن بوينت زيرو ستن. سبن بوينت زيرو ستن. وقلنا قبل كده يا شباب برضو قلنا قبل كده يعني كل ما كانت ده رقم كبير معناه ان القطم اللي عندي او نيوكلاس اللي عندي. يبقى تاني كل ما كانت مش دي. لأ نصيب كل نيوكلونز قد ايه. كل ما كان الرقم ده اا اكبر معناه ان الايه بتكون ايه عالي. طيب ناخد اا تاني فيه شابتر برضو ايه شابتر وان يونت فايف. ده خاص بقى بالرقم ن اوبر الزيد. هنا يا شباب قالوا اني بتوين الان اوبر الزيد دي بتلعب دور مهم جدا في الاستابلتش او لايه علاقة بالاستابلت اوزان يطلس. ازاي اني لو الان اوبر الزيد. اا بتوين وان تو وان بوينت ففتي سري بيكون الايليمت تاني. لو الريشيو بتوين الان اللي هو النمبر اف نيوترون. اوبر النمبر اوبروتون اقوى الوان او اكبر شوية من وان لغاية وان بوينت ففتي سري بيكون ده لكن لو هي علاية زان وان او مور زان وان بوينت ففتي سري بيكون ايه انستابل. ويه لما بنرسم بتوين الزيد والان بيطلع عندي الشكل ده بيسموه زاستابلتي بيلت. حزام الاستقرار. اي الريشيو بتوين الان اوبر الزيد بالنسبة له موجود عندي على ده زي ايه بيكون تاني. يبقى انا لو انا جابلي زي دوت او زي دوت او زي دوت او زي دوت ادور وسألني مين فيهم زي سؤال ده. الريمنت اللي موجود على اللي هو بالنسبة الهينا مين? اللي هو الايه? يبقى هنا ايجابة ده يا شباب ده الايه? يبقى الايه ده استابل ليه? لانه موجود على طيب. الريمنت اللي موجود ده النمبر او بروتون. طب عشان يوصل للاستابلتي ان البروتون بيتحول عندي النيوترون اللي هو فيه منه زيادة بيتحول لبروتون. يبقى النيوترون بيتحول لبروتون بلاصة يعني ده اللي فين اللي موجود زي مين يا شباب? زي السي. يبقى السي دوت ده امت بيتا بارتكيل. ليه? لان النمبر اوف نيوترون او بيجرزان او زت اوف ايه? بروتون. بيجر زان او بروتون ده لكن اللي موجود عندي هنا انزرايت ده معناه ان النمبر اوف بروتون ها يارزان زت اوف نيوترون. طب ايه اللي بيحصل؟ ان البروتون يتحول لنيوترون. بلاص اي بلاص بزترون. يبقى تاني. بالنسبة للني هو عند هنا السي. يبقى دوت هو السي. السي فعلا هو اللي امت اوسي ترصي. ليه? لان النيوترون اللي هو فيه زيادة النيوترون هيتحول عندي الى ايه يا شباب? هيتحول الى بروتون بروتون بلاس 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 بي. طيب بالنسبة للاليمنت اللي موجود انزريت زي البي اهو البي ايه اللي هيحصل مع البي? البروتون هو الاكتر. لذلك البروتون هيتحول عندي الى نيوترون بلاس بوزوترون. بيتا والبوزوترون ده يا شباب دي انواع من فيه نوع تالت اللي هو الايه? الالفا. الالفا دي بقى فين? بالنسبة للاليمت اللي موجود اللي هو الدي. بالنسبة للدي اللي هو موجود هنا اللي بيصل يا شباب امت ايه? امتة الفا. الفا بارتكل اللي يبقى ده ادي ده امت او امت الفا بارتكل. الفا بارتكل اللي هي عبارة عن زي ميوكراس او في ايه? او في هليا. ده. اللي موجود على زي الايه? ده ستيبل. طب اللي موجود او موجود او موجود او موجود ده طب ازاي يوصل للاستبيلت بيختلف? ازاي اللي موجودة سي الموجود انزالفت ده النمبر او في نيوترون اعلى من النمبر او بروتون. طب هيوصل للاستبيلت ازاي? ان النيوترون ايه او كنفيرت تو بروتون بلاس بيتا. يبقى ده هيطلع ايه امت بيتا بارتكل او بيتا راديشن. طيب البي الاليمنت البي ده موجود انزاريت. يبقى كده number of proton greater than number of neutron. يبقى ايه اللي هيحصل? يبقى عند الـ neutron. الـ proton هيتحاول لـ neutron plus positron. طيب. في حين ان الـ element اللي موجود above the stability بلت زي الدين ده امية الف الـ particle اللي هي عبارة عن زي نيوكلس ايه اوف هيني. طيب ناخد اخر قوشن عنده في يونت 5 اللي هو بقول لي زي ايزوتوب. مين اللي من الفور ده ايه وار بي سي دي مين في هم يا شباب اللي يعتبر ايزوتوب ده. يعني انت بقى ايزوتوب يعني هافزة same atomic number. من اللي له نفس الـ atomic number 50 ده يعني ايه يا شباب له نفس الـ atomic number يبقى ده اه ده زي ما ده لكن مختلف في ايه يا شباب في الماس number يبقى الاجابة الصحة ونمبر كان number c. يبقى احنا كده راجعنا بسرعة على اه unit 5 unit 5 اركز فيها ايه جدا جدا جدا. اعرف يعني ايه ايزوتوبس. يعني ايه ايزوتوبس. اشكال مختلفة لنفس الـ مختلفين في ايه ومشابهين في ايه. مشابهين في النمبر مشابهين في النمبر لكن مختلفين في النمبر ولاتوميك ايه والماس نمبر. مختلفين في الماس نمبر والنمبر اف نوتر. لكن مشابهين في النمبر والنمبر ومتشابهين كمان في الكيميكا لان اللي بيحدد الكيميكا لدي هي النمبر اف ايه اف اليكترون. طيب. يبقى انا اذاكر او اعرف الخاصة بالايه ازاي اقدر احسب نعرف الخاصة بيه ودي برضو استيفس معروف ان انا احسب السيوريكا الماس ثم احسب الماس دب. ثم احسب البيندينج انيرجي لو هو عاوز بين نيوكلون يبقى ديفايد بايه الاتومك يبقى يدين البيندينج انيرجي بين نيوكلون. اعرف زي ريليشن بتوين الريشو بتوين الان اوبر زد وما بين الاستابلتي. زي ان لو الان او بيكون استابل لو هي لزان او مور زان او بيكون ايه بيكون ايه بيكون الاستابل. لو اكبر من طب بتوين وان وان بوينت فيفت سلي ده بيكون استابل. اعرف الريشن دي يا شباب او الديجرام ده او ده الاستابلتي بالت اللي موجودة عليه ده استابل. واللي موجودة او او عشان ما نكررش الايه الكلام. ده طبعا سؤال على الايه على ايه درس. ناقص اللي بقى اعرف يا شباب النقطة صغيرة اللي انا برضو عاوز اقولها لكم فيه يونت فايف اللي هي ايه البروتون والايه البروتون والايه والنيوترون. بيتكونوا يا شباب من يونت اصغر. فيه عندنا من يونت اصغر بنسميها الكوارك. يبقى تاني يا شباب يبقى البروتون يبقى ممكن نقول كدوات ان البروتون واند نيوترونز كومبوس او سمولر موائبة يا شباب كوارك. يبقى تاني يا شباب يبقى البروتونز اند نيوترونز كومبوس او بتتكون من سمورة يونت كولد ايه كوارك. طيب دي يبقى متكررة. يبقى كوارك. طيب. وبعدين. في عندي دفرانت طيب اف كوارك. كتاب عندي بقولي معروفين لغادوية سكس. انا عاوز اخترف منهم تو بس. ايه هم? في عندي اف كوارك. وفي عندي داون. داون. في عندي اف كوارك وداون كوارك. الاف كوارك اللي بتاعته عبارة عن بوستب. بوستب كام؟ يعني حوالي تلتين من الايه? من التشارج بتاعت الالكترون. تاني. يعني الاف كوارك اللي بتاعته هي تلتين اللي بتاعت بتاع الالكترون بس بالبوستب. او بوستب كوارك. في عندي داون دا التشارج بتاعته عبارة عن نيجاتيب. وان اف كوارك. تاني. يبقى بنقول تاني ان البروتون مش هي زا سمور لر يونتس. مش هي او زا سمور ست يونت. هي الوحدة الاصغر. لأ تواجدوا ان البروتون والنيوترون بيتكون من يونت تانية اصغر. اليونت الاصغر دي ساموه ايه? ساموها كوارك. عندي منها انواع كتيرة. الاهم بالنسبة لي حاوز اكون اعارفه عندي فيه تو طايف اوف كوارك. الاب كوارك والدون كوارك. الاب اللي الشارج بتاعته اكوال كام بوستب تو اوفر سيري. فرمزة شارج اوف الكترون. هو الداون كوارك اللي الشارج بتاعته بنيجاتيب وان اوفر سيري فرمزة شارج اوف الكترون. طيب. البروتون بقى شباب. اللي هو البروتون. دا بيكون من ايه? بيكون من تو اوف كورك. يبقى تو اوف بلاس وان داون. تاني. البروتون بيكون من ايه? من تو اوف وان داون. في حين النيوترون. ده. بيكون من ايه يا شباب. يبقى تاني يبقى البروتن يبقى البروتن يبقى البروتن يبقى من توب وان داون. النيوترون يبقى من توب وان اف. طيب. تعال بقى ما نشوف التوتال التشارج كام? الاب اتفقنا نوع كام? يبقى دي بوستف التاني بكام برضو? ببوستف تو افرسري. في حين بكام? طبعا لما نجمع كل ده على برضو يطلع بكام ببوستف وان. عشان كده البروتن اقوال كام اقوال بوستف وان. جيف ريزون. بيقوز بروتن كومبوزد اف تو اب اند وان داون. زا توتال اتشارج اف زا تو اب اند وان داون? اقوال كام اقوال بوستف وان. طيب. تعال لما نحسبها برضو للايه? للنيوترون. اتدون بكام يا شباب للسائلين? طيب اتدوني التاني برضو بنيجاتف وان افرسري. الاب بقى بكام بي بالبوستف او بلاس تو افر كام افرسري. لما نحسب الكلام ده كله يطلع بكام طبعا دا لس. تو افر كام تو افر سري. اقوال كام ده كله يا شباب اقوال كام اقوال زينو. الله. يبقى كده. ليه النيوترون بتاعته اقوال زينو? ليه هو نيوترون? بكوز اتكمبوزدو فروم. تو داون كوارك. تو داون كوارك اند وان اوب كوارك. تاسف. تو داون كواركس اند وان اوب كوارك. لما نجمع النيتشارج بتاعتهم اقوال كام زينو. يبقى احنا كده عملنا بسرعة كده يا شباب على يونة كام? يونة ايه? يونة فايف. طيب نحب بنكمل بعض الاسئلة برضو اللي انا عاوزكم ايه? تخلوا بالكم هنا في اه اه ناخد سؤال مسلا زي كده. بقول لي ايه? او اتحطت في بيكر كونتينين بويلد ووتر. زي احنا اخدنا قلنا ان الهيت ترانسفية. يبقى الهيت بتتنقل من الاعلى الاقل. اقل ايه واعلى ايه? اعلى تنبريتشار. يبقى انا الاجابة عندي زي او تنبريتشار لأ. الووتر طبعا بويل عند وان هندرد. يبقى بتاعة الكبر اعلى وبالتالي هتتنقل من الكبر للووتر. يبقى ايه? يبقى نحط ده يا شباب. الاجابة الصحة فين? الاجابة الصحة. نشوف سؤال تاني. اه 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 ايه ايه هو او التول اللي انا باستخدمها زي هيتقف كومباشا. طبعا عندنا ايه كافي كاب? طبعا لا. احنا بنستخدم هيتقف كومباشا باستخدم نوع من الكنولوميتر اسمه ايه? اسمه اللي هو ده. يبقى ده برضو يبقى هيتقف كومباشا باستخدم الكنولوميتر اللي هيتقف صحة. ناخد كورتشان تاني. اه ده مكرر. يبقى ما فيش داعي ليه. انه برضو مديني زي سبيسيفيك ايت لديفرنت مداليش النيم بتاعها ايه وبي وسي دي. ومين فيهم اللي ريتش توينتي بفور. اه اتي بفوق يعني يبقى مين اللي يوصل الاول الاقل سبيسيفيك ايت اللي هو طبعا عجون الايه الرقم اللي هو الايه ده اهل سبيسيفيك. طبعا ده نزلنا ايه? ناخد اه اه ده ده كويس جدا خلي باننا السؤال ده. بيقول لي ايه? ايه يبقى السيبيريشن انرجي. اف امونيوم نيترية الموتر is 100. يبقى السيبيريشن انرجي. اوز اسوليوت ايوال. 150. اندي هيدريشن ان Gelta H يبقى دلتا h اكل ايه? اсы toothoot. ا줄 بتاليeln souffلي ريت ايتش ايقال دلتا ايتش دلتا ايتش ايقال ، دلتا اهو دلتا اتش اكوال يا شباب ده بالبوشتف وي ده برضو بالبوشتف يبقى بلاس يا شباب والهندرد دي اللي بالنيجاتف كام لما ناسب كلام ده كله يطلع بكام يطلع ببوشتف كام طالما طالب يبقى ده يبقى الاجابة عندي يبقى دي ممكن دي ممكن لكن اللي اتنين دول لأ طيب الاندو سيرميك بكام وان هندرد سيرتي يبقى هي ننبر كام ننبر ايه يبقى ايه ده ننبر ايه اه مش عاوزين نطول عليكم اكتر من كده يا شباب يبقى احنا بنقول تاني احنا كده رجعنا بسرعة على اه الاول على ايونة اه ثم رجعنا بسرعة على ايونة فايف واخدنا اه بعض الاسئلة اه يعني اتمنى ان احنا يكون غطينا من خلالها اه الجزء اللي اهنا امتحن فيه بكرة بازن الله واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى اينا يا شباب في سؤال عندنا بيسألنا عن طبعا هي عبارة عن زليز تأموته في بجنزة كيمكا راكش هي قال لكمية مطلوبة عشان الكيمكا راكشن عنده طب اقدر اجيبها من الجرافي ازاي يا شباب هي او الفرق بين بين ايه يا شباب بين اعلى نقطة اعلى نقطة اعلى نقطة انزا بيك الاسب مش قادر ارسمع او مش حاضر قدامي دي واتي بيك عشان نشوفها لكن هي عبارة عن ايه اشوف فين واشوف اعلى نقطة فين في البيك هي الفرق بين واعلى نقطة في البيك نشوف برضو اه اسئلة تانية اه الكالوروميتر اللي بيسأل طبعا على الكالوروميتر في عندي منه نوعين اللي هو النوع الاولياني بنسميه كالوروميتر اه وفيه اه نوع داني اللي بنسميه البومب. البومب ده بستخدمه بايه كالوروميتر? البومب ده بستخدمه في حيات الكاب كالوروميتر بستخدمه زي اه اه او تغيره بس مش الكمباشا يعني. يعني ممكن اعيس به الهيت اوف سليوشا مسلا. لكن البومب كالوروميتر بستخدمه ان انا اعيس به الهيت اوف كومباشا. طيب. اشوف الاسئلة تانية. مشكلة يعني. طبعا انا حاول مراجعة الشاملة على كل الدروس احنا حاولنا اه عقدر المستطاع على قد الوقت المتاح ان احنا راجع على مواظم المواضيع اللي عندنا في المنق. وطبعا ممكن حضرت راجع على نقطة مهمة احنا راجعنا فعلا بالفعل على نقطة المهمة في المنق بتاعنا. ان يقرر طب السؤال ده برضو احنا قلناه وندوق عليه تاني ان يقرر مرتبطة بايه يا شباب بالرشيو بتوين الان اوبر الزد. ودي خدنا عليها برضو ايه نبص عليها تاني نشوف عليها يا شباب. الان اوبر الزد. لو الرشيو بتوين الان اوبر الزد موجودة على زي الايه ده ستيبول. طب بالنسبة للاليمنت اللي الان اوبر الزد بالنسبة له موجودة انزالفت او زي سي زي سي ده النيوترون لانه هو كتير اكتر من البروتون. النيوترون بتحول لبروتون بلاس بيتا برض كليل. يعني بيطلع ده عبارة عن بيتا برض. لكن الالمنت اللي موجود هنا هننبر اعلى من النيوترون. عشان كده هيتحول لنيوترون براس نوع من الريديشن تاني بيسموه بيزوترون. لو عبارة عن بيزوترون. مش هنخش في تفاصيله. يبقى اللي موجود ده امية بيتا. الموجود امية بيزوترون. الموجود ده امية ايه امية آآ الفا بارتكلا. طيب نشوف. آآ القوانين المهمة طبعا دي موجودة في الورقة الخاصة بالكونسيفس او المفاهيم بتاعة الوزارة. وانا هحاول ان انا اشيارها لكم او ارفع لكم برضو بحيس اللي هو ايه اللي محتاجة يعني. لكن هي موجودة في موقع الوزارة اللي هي الخاصة بكل المواد بما فيها الكميسر. آآ بدأت عشر ده بادر انا بادئ في معادنا الساعة احداشر. آآ آآ يونت فايف او شابتر وان يعني ما خدناش لان كان الوقت بالنسبة لنا شوية لكن احنا حاولنا النهاردة ان احنا راجعنا على كل النقطة المهمة اللي انا ارجع تاني وفكركم بيها. اول حاجة اعرف يعني ايه? يعني ايه الموجودة داخلي هنا يلخص. وما ايه هو زي ايه يا شباب زي الكاربون مثلا 6 آآ 12 كاربون 6 آآ 14. لهم كلهم الاتومك نمبر واحد سيكس لكن مختلفين في الماس نمبر. يبقى اعرف يعني ايه اعجب اعرف بعد كده ازاي ازاي اتومي اا ماس وراجع لايه الحل اللي احنا اخدناها عن نقطة دي. اعرف احسب ازاي او او دي برضو تراجع الحصة دي بعد ما نخلص. هتلاقي برضو فيها عليها. اعرف بعد كده يعني وايه هي علاقة لان اوبر تزد بالاستابيلة دي قلناها لو دي او اكبر شوية لغاية ده بيكون لكن لو بيكون انستابل. ثم الاخيرة النقطة الاخيرة في اللي هي الكوارت. ايه الكوارت? هي اليونت اللي بيكون منها البروتون والنيوترون. اعرف ان البروتون بيكون من تو كوارت اه 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 في حين النيوترون بيكون من تو داون وان وان اف. يبقى تاني يا شبابي. ايونت اللي هو الشرطة اللي علينا عاوز اعرف الاربع نقطة دول. اول حاجة اعرف يعني اعرف بعد كده ازاي يحسب الريلاتيب اتوميك ماس ودي خدناها. ازاي يحسب البييندينج انرجي. والبييندينج انرجي بير نيوكلون دي النقطة التالتة. النقطة الرابعة اعرف الريليشن بتوين الان اوبر زيد اند اللي هو الديجرامي اللي احنا نسه شايفينه دلوقتي. اللي هو ده. ثم اعرف النقطة الاخيرة خالص اللي هو الكوارت اللي بيكون هنا البروتون والنيوترون. ان البروتون بيكون من تو اف وان داون. والنيوترون بيكون من تو داون اه وان اف. بس هم الخامس نقطة دول يا شباب اللي علينا في الجزء المكرر عندنا في يونت كام يونت فايف. وبرضو تدس مع الفيديو مرة تانية هتلاقي الامور سهلة وبسيطة طيب. الصوت بيقطع معلش ده بقى حاجة خارجة عندنا في بسبب ايه? بسبب ممكن النت ما زي. الصوت مش حلو معلش برضو اه موضوع الصوت دوت اه 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 الاسب متكرر نفس الموضوع. رقم ايد. رقم ايد ده نشوف رقم ايد ده فين الرقم ايد? بيقول ان انا نعيد رقم ايد. رقم ايد ده فين? نحاول نشوف ده دناين يبقى اللي قبله. ده نمبر ايد الاول بيقول لي مين في الجراف دوت خاص بقى ايكوجة من دون. طيب الجراف دوت اول ما شوفه كده احدد الطايف بتاعه هل هو اندو ولا ايجزو? لا هنا البروتاكت. هيا زان زات اكتنت. يبقى انا معناها ان ده اندو. اندو ادور ده ايجزو. ايجزو ليه? لان الهيت موجودة مع البروتاكت. لو الهيت موجودة مع الرياكتنت يبقى ده اندو. لكن ده الهيت موجودة مع البروتاكت. يبقى ده ايجزو. يبقى ده ايجزو. لكن ده اندو. يبقى ده مش ده مش بتاع ده. طيب ده هنا الهيت موجودة مع الايه? مع البروتاكت. وبالتالي ده اندو يبقى الاجراب ده ممكن يكون ده. الاتنين دولت برضو ايجزو. يبقى هو الوحيد اللي اندو وقول لي هو نمبر كام نمبر بي. اه يا مستر عن عشر اسئيلة حللناهم مع بعض. اه بقول في الايه? في الموجودة في الدي. طب نشوف كده ايه قصود ايه ده ده فين? بص كده يا شباب. طبعا الدي ده موجود مش على ده موجود فوق نهاية ده يا شباب يبقى عندي الايليمنت اللي пятمر نمبر بتاعه اكتر من اي ده اكتر من 82 يكون او يبقى الايليمنت اللي اكتها يعني اعلى من بيكون بيكون اناتيبل. يبقى ده ده اكتر من اي تي ده اعلى من اي تي ويبقى ده موجود فوق superheroes. طب اذا الي موجود فوق ده بيكون انستيبل. ازاي يوصل زيادة? زيادة في ايه في الاثنين. البروتون. والنيوترون.. يبقى في التالي عاوز يجبكي. من الاثنين. يبقى قمة. ليه? لئن الالف ابارتكين اللي اتتبقنا. ده عبارة عن twoром ده. يعني عبارة عن twoärke يبقى هو كده لما امت لقول graphics. معناه ان هو you يبقى هيقلل البروتون ويقلل النيوترون يبقى هيصلة اللى كتير. يبقى ده ده يا شباب. ليه السبب? لان بتاعه اعلى من كام اعلى من اي تي تو. يبقى كل كواسي ما كنت انا نبيتين عن نقطة دي. اللي بتاعها اعلى من اي تي تو. ده بيكون. طيب. نشوف اسئلة تانية. طبعا الموضوع للشفط الخفيف ده قالي الناس. لك انا بقى قولكم ان التركيز كله على يونت كام يونت فور. وشفط الفايف فيه الاربع نقطة اللي انا اطلقوا عليها. نحاول ان احنا نسمحها بالفيديو بس ومش اكتر من كده يعني. اسمع الفيديو واعرف النقط الخامسة اللي انا نبيتك عليها. مش اكتر من كده وان شاء الله يعني مش هياخروا عنها اي سؤال في شفط الكام في شفط الفايف. او في يونت فايف. احسابها ازاي? انا ما فهمتش اوي. connect انت. ا ا افولي. هذا النيون ده عند ايزوتوب صار قصري. ايزوتوب نيون تين اي اين ونيون تونت تو. والماس بتاع قروحة في واميل اي هوdir. القانون عند quelleات ال , 특별 , كل ده يطلع علي . افرد ان همه كانون سريطاヤتذوب بقى هيبقى معايك الاشياء بيبقى القانون بتاعت الماس طايم الماس طايم وكزا برضو اشياء الحاجة اللي انت مش فهمها شغالها بنراحل كده لان انا ساعات ببقى مستعجد في كلام الاشياء براحة كده حكم فيه تقدم الجزء اللي انت خلاص فهمته وتسمع الجزء اللي انت مش فهمه مرة تانية وهكذا طيب لا الانتحان فيه هيكون في حل كتير انا هتوقع ان الانتحان عشان خاطر الوقت مش هيكون فيه زي ما احنا متعودين كتيرا يعني ممكن يبقى واحدة او اتنين بالكتير لكن بقيت العشر جمل هيكون نظرية عشان خاطر الوقت لان البروبلم بتاخد وقت اه انا ما فهمتش جزء الرادياشن الرادياشن ده احنا قلنا اكتر ممرة يا شباب ويالي تكون فهمتوا بقى اللي احنا قلنا ايه ان اللي موجود الخاص بالاليمنت اللي موجودة او موجودة او او بتكون انستابل ده النيوترون بتحول لبروتون بلاس بيتا واللي موجود يمين ده البروتون بتحول لنيوترون اه بلاس بيزوترون واللي موجود او او ابو الي تي بيلت اماث الف برط كثير بس مش اكتر ولا اهنا هنا واحد والسر Weekend هذا الشيء حشوه حشوه